اشتركوا في القناة ولا حتى ادارة المدرسة ولكن هناك بعض الاشخاص القادرين على التأثير على الاتفال خصوصا هؤلاء الناس الذين يتصرفون مع الاتفال بنوع من العاطفة والاحترام ولحس الحظ كان يوجد شخصا ما يتصرف بهذا الشكل في مدرسة هيتريد الثانوية ويدعى الضابط ميتش وهو الضابط المسؤول في المدرسة المذكورة تكمن مهمته في كونه يحافظ على امن المدرسة والطلاب والجميع ويحرص في المقام الاول على ان لا يقع الاطفال في بعض التصرفات التي لا يتوجب عليهم القيام بها نعرف ان بعض رجال الشرطة يتصرفون بقصوة على الطلاب بل واحيانا قد يسوء استخدامهم السلطة الممنوحة اليهم ولكن الضابط ميتش لم يكن واحدا من هؤلاء الناس بل كان محبوبا من قبل جميع الطلاب وفي احد الايام وجد طالبة تبكي وسحب منها المدير هاتفه الى الشرطي وقد ادرك على الفور وجود خطب المان وقد تواصل طلاب المدرسة مع دي دي بي وهي شركة ملابس محترمة وهي شركة مسؤولة عن تقديم بعض المفاجآت لهؤلاء الناس الذين يحدثون تغييرا في هذا العالم المحيط بهم وقد ساعدوا الطلاب لتقديم مفاجآة لضابط ميتش وكانت تلك طريقتهم المفضلة كي يعرفوا بان شخصا مهما بالنسبة اليهم واردوا ان يقدموا له شيئا لن ينساه ابدا وكانت طريقتهم المثلى في هذا هو خداع الضابط ميتش بان الطالبة كانت تفعل شيئا غير صائب بدأ الطلاب يخبرون الضابط بان طالبة تدعى سيرينا يعرفها جيدا قد قامت بنشر فيديو مخل عبر وسائل التواصل الاجتماعية وبما ان الضابط ميتش كان يتطوع غالبا لمساعدة الطلاب في مشاكل مشابهة لهذا لذا فقد حظي الامر على اهتمامه سريعا وقد قام الشرطي بمحادثة المدير ليرى الفيديو وفيما كانت تبدو سيرينا تعيثة وحزينة وعندما دخل الى الغرفة اخبرها بان تهدأ وان لا تقلق ووعدها بان يساعدها ودخل الضابط واعطاه المدير الفيديو المعني وعندما بدأ مشاهدة الفيديو لم يتمكن من تصديق ما رأاه قام الطلاب باعالة مقطع فيديو يتحدثون فيه حيال الاسباب التي تجعل من الضابط ميتش شرطيا نموذجيا كطالب منهم اعطى سببا مختلفا وكل منهم حكى قصة مختلفة حول كيف غير الضابط ميتش حياتهم بالكامل نحو الافضل وفيما كان يشاهد الضابط المقطع حتى تبللت عينه بالدموع وحين نظر الى النافذة شاهد حشدا من الطلاب يقفون للترحب به لم يتوقع هذه المفاجأة الضخمة والتي اثرت به بشكل جدي وحين ترك مكتب المدير رفقة سيرينا بدأت البهجة تعود لوجهه مجددا وبدأ الطلاب يرقصون اغنيته المفضلة داونتون لي ماركمور واعطوه معطفا من الفراء مثل الذي يرتديه مغني الراب كما ترى في الفيديو لم يقوى على استيعاب كل ما يحدث من حوله ادلت طلاب عمان رائعا بالاضافة الى الفيديو الاخر ولم تنتهي مفاجأتهم له بعد ثم جعلوه يصعد على المسرح واعطوه كرة مطاطية مكتوب عليها ومعبرين عن شكرهم الخالص له واختره الكرة المطاطية لانه كان ضمن فريق الشرطة الوطني كما اعطوه تذكيرتين لفريق ميا ميهيت لكرة السلة وتيشورد دان مارينو جيرسي وقد احد اشهر لاعبي كرة القدم الامريكية لم يصدق ما فعله الطالب لاجله وبعدما قدموا الهدايا بدأوا يصيحون قائلين ان ميتش رجلا رائع كما قال الشرطي ميتش لاحقا انه احد اهم ايام حياته والقال ليس من ضمن مهام عمله في المدرسة كشرطي ان يكون عنيفا او قاسيا مع الطلاب ولم يصدق ان تأثيره عليهم قد يصل لهذا الحد ولا يظن ان التعليم يتعلق بالقصوة والشدة بل يرى بان التعليم هو ان تهتم اكثر بمن حولك كما قال لا توجد اي قاعدة تشير الى ان الشرطي يجب ان يكون عنيفا مع الطلاب وطيلة هذه السنوات كان قد عرف كل هؤلاء الطلاب وحقا كان يهتم بل واحدا منهم ما فعله الطلاب اكد بان ما فعله ميتش في المدرسة كم كان مؤثرا في حياتهم جميعا لذا اردوا ان يجعلوه يعرف مقدار محبتهم له وليس هذا فقط بل احترامهم وتقديرهم ايضا وفعل الطلاب هذا ليس فقط لكونه يؤدي عمله ويجعل المدرسة امنة بل لانه ايضا يمنحهم الاحترام المتبادل الذي يستحقونه حتى وان كانوا مجرد طلاب الا انه يحرص على معاملاتهم بالتساوي وحسب ما قالته سيرينا هذا ليس شيئا يحدث بكثرة في المدرسة كما ارد الطلاب ان يعرف الشرطية ميتش بانهم يقدرون معاملاته اللطيفة وعطفه ان اعجبكم موضوع اليوم من قناة طابس عربية فلا تبخلوا بالاعجاب والاشتراك يمكنكم ايضا متابعة فيديوهاتنا السابقة